في البلد حاليا من أسوأ إلى أسوأ كنا نتأمل خيرا بالكابينة الوزارية الجديدة لوزارة الصحة ووزيرها الجديد لكن مع الأسف لم يقوم بأداء أي نتيجة إيجابية للمواطن خصوصا خلال هذه المئة يوم السابقة وبصراحة لا نتوقع ولا نتأمل خيرا حتى في المئة يوم اللاحقة بسبب هناك نقص شديد في الأدوية المتوفرة للمواطن خصوصا مرضى السرطان ومرضى اللوكيميا وبعض الأمراض الأخرى وخصوصا الأدوية المنقضة للحياة حاليا غير متوفرة في معظم المستشفيات وكذلك أدوية الثلاثيمية في أغلب المستشفيات غير متوفرة للمرة الأخيرة نوجه هندار إلى وزارة الصحة ووزير الصحة بالعمل أكثر على موضوع تحسين الخدمات الصحية وتوفير الأدوية وإلا أنه ستكون أولى مواضيعنا في الجولة القادمة من مجلس النواب استدعاه للاستجواب والعمل على أقالته بأسرع وقت ممكن وهذه عودة للعنوين